يا نزار تساءلت متى يعلنون وفاة العرب؟ قلت إنك رأيت العروبة معروضة في مزاد الأثاث القديم لكنك ما رأيت العرب؟ أيها القباني ها هم العرب بعضهم قرر استبدال اسم فلسطين بالأثاث القديم في مزادك المذكور ليكون الوطن شيئا من الماضي بعضهم لا حول له ولا قوة وإن غضب من فعل أمريكي نجس حدث نفسه سرا قائلا حسبي الله ونعم الوكيل لا حاجة لإعلان وفاة العرب فالشعوب هي ذاتها ولا زالت على العهد تردد نموت وتحيا فلسطين ومن سار في غير ركب فهو مغلوب على أمره بعد أن استفحل الشر الأمريكي في البلاد ونزع الحول والقوة من العباد الحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلفة لم تقرع جرس الإنذار والبعض يقول لما العجلة؟ في وطني نرقب صفقتهم ومؤتمرهم وورشتهم ونردد بصوتنا العالي جدول أعمالكم مهترئ فكلوا واشربوا هنيئا مريئا قد تختلفون على قائمة الطعام ولكن لا خلاف أمريكي على دستستم في أفواه الحاضرين في المنامة وزرع بذرة من شر في نفوسهم لتتفاعل وفقا لكل امرئ ما نوى لن يرضى طفل فلسطين عن بازار الأرض المحتلة ولن تنجح كل المنظومة في إقناعه بملء السلة هي حكاية الطفل الثائر الذي لا زال ينشد من بعيد حلمي أن يكون لي دولة فليمسي وطني حرة فليرحل محتل فليرحل فليمسي وطني حرة فليرحل محتل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة